موسيقى وإن شاء الله تبقى حلقة دا سمة كده والناس تسمى منها إن شاء الله إحنا أي حد عنده أي سؤال بالعربية الكهرباء إحنا المحتوى بتاعنا في الأول في الآخر هو هذا في التوعية بالعربية الكهرباء طيب إحنا عشان ما نضيعش الوقت طيب أنا عاوز أعرف مبدئيا واحد كده لقم واحد فيه أماكن للسيونة العربية الكهرباء عندنا في مص دلوقتي عشان إحنا قابلي كده كنا بنتكلم إن إحنا عاوزين إنسان العربية هنروح لأردن أو نروح دلوقتي دلوقتي عندنا 11 مركز فاتحين عن أرض الواقع وأنا بصوروا عندي يعني أنا صورت عندي كذا مركز من عندهم مركز متخصصة في العربية الألمانية مركز متخصصة في العربية الصيني عندنا 11 مركز على أرض الواقع بقى له مكتب من سنتين تقريبا وسنتين المص عندنا في العربية الكهرباء ومعتمدين كمان من وزارة التب eigene والصناعة طيب تمام أماكن شحن العرابيات الكهرباء الطيب السؤال دي لو كنا تسألنا فيه من حوالي سنة كنت أقول لك أماكن الشحن والعالم النهاردة إحنا في ظرف سنتين مصر تخطط 1200 وقت شحن على مستوى الجمهورية كنا بنعاني من فترة لخط السعيد الناس كتير ما تعرفش النهاردة السعيد فيه محطات شحن بالضبط الناس كنت أسألك السعيد النهاردة فيها محطتين شحن عصوان فيها محطتين شحن سواج النهاردة فيها محطت شحن سريع قط السعيد يعتبر كده لسه هيتغطى طبعاً مشكلة الناس العربية الكهرباء هي مفهومة غلط يعني العربية الكهرباء فيها طريقتين للشحن طريقة الشحن البطيء اللي أنت هون تنام في البيت تشعى على البيت بالليل تنامت 8 ساعات ده أي إنسان طبيعي ينامهم تنامت 8 ساعات تسعى الصبح تلاقي عربية مشهونة 500 كيلو 600 كيلو أي إن كان قدرة البطارية بتاعتها الناس فاكرة إن أنا لما دور العربية الكهرباء هنا هتبقى على الدم بتاع البطارية كل شوية ينزل كل شوية يخلص عملنا رحلات دولية يعني آخر رحلة نعملها أنا عربية المصرية النمر المصرية في الإمارات دلوقتي عملت رحلة خدت ست دول خدت المصر السعودية الأردن السعودية البحرين البحرين كتر الإمارات ودلوقتي عبيتني في الإمارات وأنا معك في مصر فإحنا الناس بتتكلم هنيجي نقطة العربيات الكهرباء مش مش تنفع للبيئة بتاعتنا ومش تنفع للأجواء هنيجي للنقطة دي كلها أي سؤالة أنا عارف أنت هتجوا الأسئلة كلها نعرف لأ أنا أستاذ المشاهدين هي دلوقتي عاوزين نريحهم عشان نبتدي نجيب عربية كهرباء كفاية تلوث وكفاية فكرة العربية الكهرباء البساطة اللي إنت بتشحنها في البيت وانت نعم بالليل طيب أنا باستخدم الشحن السريع إمتا؟ الشحن السريع دا اللي إنت بتشحن العربية في الأقل من ساعة أو نص ساعة حسب كدرة البطارية تشرب كبات قهو وأنت بتشحن أنا بعملها كتير في طرق السفر يعني أنا ممراض مدام والأولاد معي لسه راجع من غردقة دخلت البنات داخلوا يشربوا حاجة شربت كبات شاي شحنت في الربع ساعة وإنت استحال هتخش عربيتك فاضية آه يعني أقل حاجة النهاردة في العربية المنتشر تشكرت البنزين معك ربع التنك فيها بتكمل التنك انت قل حاجة منتشر النهاردة لعربيت اللي إياه الـ 500 كيلو 600 كيلو أنا معي عربيت فيهم 660 كيلو ما شاء الله عتصفي معي 550 بالتقيق بالجري فانت استحالها هتخش عربيتها فاضية فيها نص التنك نص التنك دا في عشرين ديئة فانت عبما الوادي تشربوا حاجة وأنت تشرب كبات شاي وتفك جسمك من السواقة التلت ساعة واحد طيب سؤال تاني قولي اختلف كوهي